اهلا بكم حلقة جديدة من يهلا والعنوين هي البداية موسم الرياض يمنح زواره رحلة فريدة في عالم الموضة والازياء اعتماد استخدام التاكسي الطائر كوسيلة جديدة للتنقل خلال موسم الحج مليئة بالغش والتلعب مختص يطالب بتنظيم سوق ورش السيارات حياكم الله تتجه انظار العالم نحو العاصمة الرياض التي تصطيف نهاء كأس السوبر الاسباني الذي يجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الاول بارك بجامعة الملك سعود اشتركوا في القناة 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 وقعت الهيئة العامة للترفيه وبالتنسيق مع وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الازياء والمصمم العالمي إلي صعب مذكرة تفاهم في العاصمة البريطانية لندن للتعاون خلال موسم الرياض ألفين واربعة وعشرين أنا راجع بس أنه أنا أهل الرياض أهلي وهني معظمهم زباين لدار الازياء اللي صعب وبيقول لك أنه تلبطني فيهم أخوة وصداقة يعني من كتير زمان يعني ما نحس أنه جاي على مطرح غريب يعني أنه جاي عند أهلي وعلى بلدي وتهدف المذكرة إلى إنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع ما بين الموضة والترفيه خلال الموسم وتتضمن إطلاق مجموعة موسم الرياض من إلي صعب لخريف ألفين وخمسة وعشرين كواحدة من أهم أحداث العاصمة أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة الرمز الإلكتروني الموحد التي تهدف إلى توفير أحدث بيانات المشآت بشكل إلكتروني موثوق وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسية في مقراتها وفروعها السلام عليكم السلام عليكم الموضوع الموضوع صار أسهل من كده بكثير رخصة البلدية التجارية السجل التجاري والشهادة الضريبية ترخيص الدفاع المدني وغيرها من الترخيص والشهادات الورقية في رمز إلكتروني موحد خطوات الحصول على رمز منشآتك الدخول على منصة الأعمال اختيار وتحديد السجل التجاري المطلوب التوجه لرخص البلدية التجارية الضغط على طباعة الرمز QR Code وثائف منشآتك التجارية في رمز إلكتروني موحد بدأ عدد من الجامعات في المملكة بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات إطلاق وتنفيذ مبادرة الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات وتهدف المبادرة إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية في خطوة مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة زوار بيت الله الحرام تستعد الخطوط السعودية لاستخدام التكسي الطائر كوسيلة جديدة في مواسم الحج لنقل الركاب بين مطار الملك عبد العزيز بجدة وفنادق مكة المكرمة للمزيد ينضم معنا عبر الهاتف المهندس عبد الله الشهراني مدير عامل اتصال المؤسسي بالخطوط السعودية مساء الخير مهندس عبد الله شكرا لكم لنقل عدد من 4 إلى 6 ركاب طائرة كربائية تعمل بهذه الطاقة الضوضاء الانبعاث من الطائرات لطديقة البيئة تم شراء 100 طائرة في عام 2022 في مبادرة مستقبل الاتمار في ذلك المناسبة الـ FII ويلاحظة طبيقات اخدام كثيرة جدا لا تقتصر فقط على ما ذكر في وسائل الإعلام الأيام الماضية نعم هي من أوائل الاستخدامات التي سوف تتلقها لقطة السعودية وهي نقل المعتمرين والحجاج من مطار الملك عبد العزيز إلى مهابط فنادق مكة المكرمة كم مهبط نحن نتكلم عنه مهندس عبد الله ومش خط السير المخطط لها يعني أعيد يعني واركز في نقطة مرة مهمة المهابط طبعا حسب يعني تواجدها الآن في مكة المكرمة يوجد فنادق كبيرة على مستوى عالمي تحتوي على مهابط هلوكوبتر صممة للهلوكوبتر هي أيضا لنسبة الاستخدام في طائرات الليديم الألمانية اللي تم شراءها من قبل خطو الصعودية الشيء المهم اللي ودت يعني التنويه له هي هذه الطائرات يعني ليس من الضرور أن تكون تنزل على محبط أيضا ممكن تنزل على مطارات على سكك يعني طرق معبدة واستخداماتها يعني كان من الأهداف التي وضعت لها تقديم خدمات النقل للمناطق البعيدة عن المطارات بشكل يعني لا يتجاوز 250 كيلو متر نستهتسيها المشاريع الضخمة لجيجا بروجيكت الخاصة برؤية السعودية 2030 نتحدث عن نيوم بحر الأحمر العلا أيضا وكل تأكيد المناسبات الكبيرة التي تكون في المملكة خصوصا في مدينة الرياض وفي جميع مناطق المملكة جي أحدثنا كثير عن الطائرة وش الشركة المصنعة لها وش مواصفات الطائرة المدى التي تستطيع الطائرة أن تصل له الطائرة يعني صنع عن طريق شركة لليوم الألمانية من أول الأنواع العالمية في هذا النوع يعني باستخدام مداها يصل إلى 250 كيلو متر سرعتها 280 كيلو متر في الساعة مثل ما ذكرت كان العدد من 4 إلى 6 مقاعد بالإضافة إلى حقائب يبقنا أيضا أن تكون فيها حقائب الخاصة بالركاب الطائرة هل ستتاح هذه الخدمة بمفكة لحديثك مهندس عبدالله للعامة للأفراد للشركات للمؤسسات لكبار الشخصيات من تستهدفون فيها الفئة هذه نعم لكل ما ذكرت سيد الكريم الشخصيات المهمة قطاع العمال أيضا المناسبات الجهات الحكومية هناك يعني مناسبات دولية بتقام في المملكة يتطلب فيها سرعة التنقل أيضا الطائرة سوف تساهم في هذا الموضوع وبالتأكيد مثل ماذا كنا في بداية اللقاء خدمة ضيوفة الرحمن تعتبر المقام الأول في تقديم هذه الخدمة لهم إن شاء الله قلت أنه من المطار إلى الماكل هل اليوم أيضا هذه الطائرة ستكون متاحة وسط المشاعر المقدسة وتحديدا وقت الحج ولا لا بس المطار إلى المهابط داخل مكة المكرمة حقيقة هناك يعني دعم ومبارك لهذه الفكرة من معالي وزير الحج والعمرة خلال زيارته يعني بحق الخطوط السعودية فيعني من شاء الله ربما يكون هناك لهذه استخدامات أكثر من تكون على مهابط الطائرات في المنطقة المركزية في الحرم لكن ربما يعني يتطلب الأمر البدء وهذا ما يعني إن شاء الله سوف نعمل عليه مع الزملاء أنا في الهيئة العام للطائران المدني لتشريع تنقل هذه الطائرة داخل المملكة من شاء الله ماذا عن التكلفة يعني تكلفة استخدام الطائرة خلال رحلة معينة وش التكلفة فيها حقيقة لم يتم البدء فيها يعني الشركة المصنحة وضعت خطة لإدخال هذه الطائرة في القطاع التجاري أو في السوق التجاري في 2025 أو 2026 سيتم تجربة الطائرة بشكل تجاري ينتج عنه معرفة التكاليف من خلال هذه تجربية بالركاب والفعليين حينها يبدأ شركات الطائران وهذه عادة تحصل لشركات حتى الطائرات التجارية يبدأ الشركات يكون عندها استيعاب كبير لقيمة التكاليف ومنهم وضع سعار التذاكر عليها مهندس عبد الله قلت أنها مئة طائرة مئة طائرة هذه مجمل للطائرات التي تستقبلونها اليوم من الشركة المصنعة أو هذه مراحل إلى ما توصلون العدد معين نعم العدد مئة العدد الإجمالي لكن مستقبلا ما عندكم خطة توسع أكثر سؤالي لا لا أكيد سيكون فيه توسع أكيد مثل أي طائرات أخرى حتى الطائرات الجارية تشتري الطائرات ثم يصير عملية تقييم للطلب والاحتياج يتم عليها على ضوءها الزيادة بنسب معينة ربما تكون أكثر من المئة وممكن تكون نسب 30-20% من الطائرات الموجودة جيد مهندس عبد الله خيرا الطيران يبقى وسيلة النقل الأأمن حتى اللحظة لكن ماذا عن مأمونية هذه الطائرة السلامة الخاصة فيها حقيقة نحن نحضر التجارب التي تكون للطائرات لليم الآن كلها تجارب ناجحة لله الحمد هي ليست بعيدة أبدا عن طائرات الهروكوكتر ربما تتميز أنها أكثر بأنها أقل ضوضاء وأقل انبعاث حقيقة الطيران مثل ما ذكرت سيد الكريم هو أكثر وسيلة أمانا في التنقل ونتائج الاختبارات التي حصلت على هذه الطائرة بهذا النوع بالتحديد كلها كانت إيجابية هذه الطائرة هل تعمل محركات تعمل طريقة كهربائية في بكينة هجينة وش طريقة عملها نعم هي محركات كهربائية صغيرة موجودة في أطراف الأجنحة الطائرة لها جناحين صغيرة من جهة الأمامية وكبر حجما وطولا في مؤخرة الطائرة يحتوي على عدد محركات فيها عدد كبير من محركات في ذلك الأجنحة شكرا جزيلا لك المهندس عبدالله الشهراني مدير عام لتصال المؤسسي في الخطوط السعودية متحدثا عن استعداد الخطوط السعودية لإدخال هذه الخدمة ونتكلم عن الطائرات الخاصة بالنقل والتي تسعي إلى حتى ست أشخاص في منطقة مكة المكرمة وكذلك المشاريع الكبرى في السعودية بعد الفاصل حياة حياكم الله من جديد يكثر الحديث عن مورش السيارات وكواليسها بخاصة وأنها سوق مليارية حسب ما يرى البعض ولا غنى لكل قائد مركبة عنها نسلط الضوء في هذه الفقرة على هذه الورش تحديدا وفيما يتعلق بها سليب الغش والاحتيالة التي تمارس لدى بعض هذه الورش وناقش هذا الموضوع مع ضيفي عبر سكايب الأستاذ ريان حمبضاضة الرائد الأعمال والاستشاري في تطوير الأعمال للسيارات هيا أكلم عن أستاذ ريان يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك خلينا أول بشكل عام يعني نتكلم عن السوق هذه سوق الرش السيارات أو صيانة السيارات بشكل عام أنت اليوم كشخص خبير ومختص في هذا الجانب شلون تقيم العمل والأداء اللي موجود في هذه الورش والله شوف إحنا خلينا نتكلم في البداية القطاع بشكل عام قطاع سوق خلينا نتكلم على قطاع ورش السيارات يعد قطاع من القطاعات الكبيرة والمتنامية واللي خلينا نقول لك يوم بعد يوم قاعدة تكبر هذا كمان بازدياد عدد المركبات في السوق ومو بس قاعد يكبر ويتنام فقط عن طريق اللي إحنا نتكلم عليه فقط عن طريق الورش التقليدية حتى يمكن اليوم صار فيه لجانب التقنية جاء جزء كبير من هذا القطاع يعني اليوم أنت بتتكلم أنه القطاع القطاع الورش الآن خلينا نقول لك أصبح العامود الفقري للبنية التحتية للمركبات بشكل عام كيف تشوف أداء الورش خلينا نتكلم اليوم لو جينا نتكلم على أداء الورش ما نقدر نقول أنه اليوم الكل يتبع المعايير يعني إحنا اليوم لما نجي نتكلم على الورش خلينا نصنف أول شي عندنا اللي هي الوكالات ما بعدها ينقسم السوق إلى عدة أقسام اللي هي شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة أو ورش كبيرة وصغيرة ومتوسطة السوق السوق خلينا نقول لك ما في تنظيمات واضحة ليه في خلينا نقول لك معايير الجودة ما هي واضحة سواء خلينا نتكلم لقطاع الورش أو للمستفيدين من الخدمات اللي هم العملاء يعني طبعا لا يخلو أن هذا القطاع يعني برضو فيه نسبة كبيرة من التلاعبات الموجودة فيه وش المعايير اللي تعتقد أنها يعني مفقودة بالسوق خلينا نتكلم اللي هي من المعايير المفقودة في السوق اللي هي المعايير فعليا التنظيمية ما في ستاندر الورش اليوم ما شي عليه ما في جهة تشريعية يمكن ثبتت لوائح ثبتت أنظمة ثبتت حقوق ويمكن هنا أوضح الكلام يمكن هيئة سلامة المركبات مشكورة ب هي من هيئة مواصفات المقاييس سعوا في هذا النظام بحيكم أنهم يحطوا ستاندر للورش أو معايير ثابتة للورش ولكن هل هي اتبعت لا لم تتبع وجاري تنفيذها يمكن بخطوات بطيئة الوكالات اليوم عندها معايير واضحة وخليني أتكلم معايير واضحة وفي جزاء وعقاب وفي جهة تقدر تلجأ لها فاليوم لو نتكلم أنه اليوم مركبتك في الوكالة أنت تقدر في عندك جهة تلجأ لها ولكن على النقيض اليوم لما نجي نتكلم في الورش السيارات ما تعرف مين تحاسب ما في جهة تقدر تساعدك أنك أنت تحاسب ورشة أخطأت أو تلاعبت أو أنه صار فيها خلينا يقول لك قدموا لك زعموا أنهم دعوا أنهم نفذوا الخدمة وهم لم ينفذوها أصلاً فعشان كذا السوق يفتقر إلى لوائحة تنظيمية هذه اللوائحة التنظيمية واضحة الفكرة فيها لكن حتى وضعنا اللوائحة التنظيمية الأستاذ ريان من إلي مسؤول اليوم عن متابعة هذه الورش والتأكد من هذه المعايير وسلامتها وسلامة تطبيقها وجودة العمل اللي يقومون فيه خليني يقول لك مع كل أسف لو جينا نتكلم أرجع وأقول لو أصنف الموضوع جزئين الوكالات في ليها جهات تراقبها وتحاسبها لكن السوق العام هو سوق مفتوح إلى الآن ما في جهة رقابية أو تشريعية خليني نتكلم قدرة أنها تنظم هذا السوق أو تمشي على المعايير العالمية اللي يفترض أنه يمشي عليه أو حتى لو أنا عندي اليوم شكوى أو مشكلة أحتاج أرجع فيها لجهة إلى الآن ما في جهة يمكن مسكتزمام الأمور في هذه النقطة طيب خلينا نأخذ عينة يعني إذا افترضنا أنه أمامنا كلها الورش ونبغى نأخذ عينة اليوم ونقول والله هذه العينة من الورش عملها على أقل تقدير ما يرقى للحد الأدنى مع اختلاف طبعا المعايير وأنه ما في معايير بس ما يرقى للحد الأدنى متى نقدر نقول أنه هذه الورش ما فيها الحد الأدنى ما فيها المهارات الكافية خلينا نتكلم زي ما وضحت قبل القليل أنه في هيئة سلامة المركبات خارجة من المنصفات والمقاييس وضعوا الآن تصنيف للورش ومعايير اللي هي صنفوها بالنجوم اللي هو ابتداء من نجمة 2 إلى 4 فبالتالي كل ورشة توجد لها معايير معينة أو شروط معينة لازم تحققها عشان تحصل إلى هذا التصنيف هذا الحد الأقصى اللي احنا اليوم نتكلم عليه نتكلم فقط عن تصنيف ورش ولكن ما نتكلم عن مخرجات عمل وفي فرق مرة كبير ما بين مخرجات العمل وما بين أنه فقط الورشة هذه حاصلة على تصنيف يقربها إلى تصنيف الوكالة واكتملت فيها معايير السلامة انت بحكم خبرتك اليوم ايش المتطلبات اللي المفروض تتوفر اليوم بكل ورشة خلينا يقولك يمكن في الفترة الحالية اللي احنا فيها احنا يمكن الآن في عصر التقنية عصر التقنية عصر الرقمنا فبالتالي انت محتاج انه الورش هذه يصير عندها ربط تربط في داتابيس كاملة زي ما هي الوكالات اليوم اليوم الوكالات انت لما تجي تروح لأي وكالة تبتاخذ الهيستري تبع السيارة تقدر تعرف السيارة هذه مينت دخلت اش حالتها الورش كمان تتطلب الورش نحتاج اليوم نقول انه الورش تحتاج انظمة انظمة جزء منها تقني تساعدها بحيث انها تكون توضع اللي هي الهيستري حق السيارة وتاريخ المركبة والاصلاح وحالتها وين وين اتصلحت وكيف كان تقييمها وتكون في قاعدة بيانات او داتابيس تجمع سوق السيارات الآن غير واضح يعني منصة وطنية يكون فيها مرجعية تقدر تتبع فيها حالة الصيانة للسيارة سواء بالوكالة وحتى بالورش اذا فهمت كلامك بشكل سليم خلينا اتوقف معيكم عن زاوية ثانية اليوم نتكلم انه فيه جزء او بعض من ورش الصيانة يمكن تمارس دور خلينا نقول من التلاعب فيما يتعلق بصيانة السيارات حكم خبرتك واختصاصك اليوم مش ابرز زوجه التلاعب يمكن اللي لمست اليوم خلينا نتكلم طبعا انت خلينا نتفق على حاجة قطاع المركبات مين هم رواد قطاع الورش او مين هم اللي بيزوروا قطاع الورش عندك اللي هم تعتبروا قطاعين اما الافراد واما الشركات لانه هي المسيطرة كمان على حصة كبيئة السوق مقسوم ما بين هذه الجزئين اللي هو الافراد والشركات فاليوم لما نجي نتكلم على فلنفطرض خلينا نتكلم على الافراد لانه لكل وحدة لها حالاتها مختلفة فبالنسبة للافراد اليوم نتكلم واحد قلة وعي الشخص اللي رايح يسوي الصيانة فبالتالي هو يعطي الثقة المطلقة للورشة أو للشخص المسؤول في الورشة عن تقييمها وحالتها وخلاص ويقول لك والله أنا اليوم خلاص هو قلي كذا فهو أدرى هو أفهم بينما انت لو تاخذ السيارة وتقييمها عند أكثر من ورشة كل واحد يعطيك تقييم مختلف أو حل المشكلة مختلف بتكاليف مختلفة في الحالة الأولى اللي هي التقييم تقييم الصيانة اللي تحتاج نعم غير ذلك أنا لحاجة أنصح أنا لحاجة أنصح مثلا الأفراد لا تعتمد اليوم على مصدر واحد اليوم أنت تزوره خذ تقييمك من أكثر من جهة بحيث أنك أنت تتأكد أنه ما أحد يتلاعب عليك ما أحد يضحك عليك سواء كان في إيش السيارة تحتاج من صيانة أو أنها هي قيمة تقديرية أو التكليفية لإصلاح المركبة هذا فيما يتعلق بتقدير الصيانة لكن كيف أعرف اليوم أنه السعر اللي أعطاني مثلا صاحب ورشة صيانة معينة أنه سعر عادل نعم طبعا شوف أنت اليوم نتكلم ما بين فيه فرق كبير ما بين أسعار الوكالات وأسعار الورش طبعا الأسعار اللي أنت حتأخذها في الورش عشان نكون متفقين أبدا ما هي ثابتة تمام ليش ما هي ثابتة لأنه يعتمد على نوع الورشة المكان الموجود فيها حجم الورشة نوع التخصص اللي هي موجود فيه فاليوم أنا لو جيت أتكلم عن مثلا سيارة مرسلس فأنا في جهات مختصة دعني نقول سيارات ألمانية بدون من نسمي تفضل سيارات ألمانية بشكل عام تفضل فاليوم أنت لما تذهب للجهات الكبيرة المختصة ستشرجك السعر أقل من الوكالة شوية يقارب بس أقل بينما لو رحت لورش أصغر ستجد السعر أقل فأنت اليوم لما تجي تقول لي إيش يحدد السوم اليوم لو أخذنا زي حجمة زي سوق الرياض اليوم في عندنا أكثر من 13 مدينة صناعية موجودة في الرياض فمستحيل أنك أنت اليوم تلاقي السعر ثابت يمكن ما وصلنا لمرحلة أنه يكون في عندنا قائمة تسعيرة ثابتة تعمم على كل الورش أنه خلاص هذه تسعيرة عامة يفترض أنكم أنتم تشتغلوا بيها فعشان كذا أقول لك ما في تسعيرة عامة في السوم فكل فعليا كل فئة اللي هي خلينا نقول فئة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة تلاقي عندهم تسعيرة مختلفة أو حتى لو أنت مثلا ذهبت مثلا في صناعية الشمال أو صناعية الجنوب هتلاقي فرق كبير في الأسعار يعني أنت بحكم اختصاصك سيد ريان يعني هل طلعت على تجارب لدول كان فيها نوع من تحديد الأسعار مثلا أبغير القطعة X أو القطعة Y مقابل هذا المبلغ هل فيها النوع من تحديد الأسعار يعني نتكلم كموارسة عالميا نعم في بعض الدول صحيح في عندهم موجود وش الدول نتكلم أنا كانت تجربتي عن أمريكا فاليوم لما نجد نتكلم في جزء مثلا زي أمريكا اليوم في تسعيرات ثابتة طبعا برضو أرجع وقول أنا مريت هناك بفترة إيش بفترة أني شفت ورش كبيرة وورش صغيرة حلو الورش الصغيرة لا تخضع لا تخضع لتنظيم ولكن الورش الكبيرة في عندها أنظمة خاصة تمام في عندها أنظمة خاصة دعونا نتكلم مثلا أنظمة الـ ERP أو وجهات منظمة محطوطة عليها تسعيرات محطوط تسعيرات موحدة فإنت فيما تروح في أكثر من مكان على نفس نفل هذه الورشة تلاقي فيها تسعير تسعير متشابهة طبعا في عندك زيادة ماينس وقلينا نقول لك 10% هذه اللي هي دعونا نتكلم عليها اللي هي المفاوضات اللي هي الرينج عشان أنه والله تقولوا طبعا عطيني خصم عشان يخصم لك أخيرا وش نصيحتك اليوم لمن يتجي لصيانة سيارة في الورش خليني نقول في المناطق المخصصة ومناطق الصناعية يمكن نصيحتي لو نجي نتكلم عن قطاع الأفراد وليس عن قطاع الشركات اليوم أتكلم لأي فرد حافظ على الصيانة الدورية لأنه الصيانة الدورية للسيارة اللي هي على حسب كتابة كتيبة المصنع اللي هي من كل خمسة ألاف على حسب سيارتك في بعض السيارات خمسة ألاف وعشر ألاف في بعضها خمسة أعشر ألف على حسب نوع السيارة لو قائد المركبة حافظ على الصيانة الدورية بشكل منتظم غيار الزيوت غيار الكفرات واتبع الإرشادات وفعلا طبقها السيارة ممكن يطول في عمرها بشكل كبير جدا وما تحتاج ولا توصل لمرحلة الأعطال لو جينا نتكلم اليوم بالنسبة للورش لو حتتجه لو حتتجه للورش نصيحتي لا تأخذ التقييم من جهة وحدة أو من ورشة وحدة أستشير يعني ما خاب من استشار فبالتالي وقف عند ورشة اثنين ثلاثة وخذ تقييمهم إذا فعلا فيه اتفاق على نوع العطل وخلاصي بقى هنا الفرق بس في السعر ومرحلة التفاوض يعني لا تكون فريسة الورشة نعم أنه تكون انت الشخصة هلقولهم ما قد سألت أو سعرت ابحث عن الخيارات شكرا جزيلا لك الأستاذ ريان حمضة رائد الأعمال واستشاري في تطوير أعمال السيارات بعد الفاصل نحاول حياكم الله من جديد تعتبر أرض السعودية وجغرافيتها موطنا وقبلة للاستكشاف بسبب عراقتها ومسحتها الشاسعة المتنوعة ففي الشمال أثار مملكتي دادان والحيان وفي الجنوب جازان ومنتفعات البن وأشجاره وفي الشرق حقول النفط والخليج العربي المكتنز باللآل والتاريخ والمرجان وفي الغرب البحر الأحمر وجزره وأسرار شعابه ومرجانه تنوعا بي غني مثير لشهية الباحثين والسياح والمستكشفين حول هذا يسعدنا أن نستضيف معي في يالستوديو والأستاذ سعيد سهيمي الناشط البيئي وصانع المحتوى أهلا بك أستاذ سعيد شكرا لقبول الدعوة وحضرك معنا اليوم الله يحييك الله يحييك لا يحتاج سعيدين باستضافتك الله يسعدكم اليوم لابن أسمع منك على الجولة هذه واستكشافاتك دعني أبدأ معك جزء مهم يمكن مفهوم الناشط البيئي مفهوم جديد علينا كمجتمع أنا أتكلم أنت أخذت هذا المفهوم وغيرت كثير من المفاهيم أمانة حولها ما هو بس قضية الدفاع لا قضية الدفاع أيضا إبراز للتنوع إبراز للجغرافيا المكان لطبيعة المكان لإنسان المكان ودي أسألك من وين بدأ الشغف هذا بالبيئة كلمة نشاط بيئي طبعا كمصطلح هو موجود من الزمان لكن تفعيله اللي صار أو اللي أنا اكتشفته في نفسي أني فعلا ناشط بيئي هذا أخذ مني تقريبا خلنا نقول بشكل دقيق من الصف الثاني ابتدائي كنت أشعر أني أنا مرتبط بالبيئة اللي في سننا يمكن كان فيه كتاب اسمه العلوم ونحن ندرسه الابتدائية يمكن ما هو موجود الآن في المناهج لكن كانت فيها شجار وكانت فيها كنت أحاول أبحث عن الأشياء هذه كانت تؤثر فيه صراحة بالعربي ما كنت أرجع من المدرسة إلى البيت كنت أحاول أني أخذ لفة في المناطق القريبة حول البيت بعدين أرجع للبيت ليه؟ أحاول أني أصل للأشياء الموجودة في العلم هذا الشي بدأ التأثير سبحان الله بدأت أرغب أروح أشوف البيئات أحب أشوف الأشجار إيش الكائنات اللي موجودة عليها بدأت مع الطيور بدأت مع أشياء كثيرة جدا وجدت نفسي أني فعلا في شغف في داخلي مرتبط بأي شيء في طبيعة أي شيء له علاقة بالطبيعة تعرف كبرنا مع الوقت وتعلمنا وفهمنا وش بالضبط ايش يعني بيئة وتوازنها والكائنات اللي فيها وتعلمنا وذا كله شغف كله شغف هذا بس أنت في جانب معين اللي يستمع الفيديوهاتك يشوف أنه عندك جانب معرفي عالي وتكلم هنا مثلا على الأشجار وأنواع الأشجار وآثارها وبيئتها وزراعتها حتى جلك الله الحيوانات الفطرية اللي تكون موجودة هذا كيد إن أخذ منك وقت صحيح طويل والسؤال الأهم هل المصادر لهذه المعرفة موجودة متوفرة بكل مكان ولا كان فيه عملية بحث طويلة رافقت هالشيء أكيد أنا أتكلم عن مخزون جمعته خلال تقريبا أكثر يعني من خمسة وعشرين سنة قرابة ثلاثين سنة يعني تخيل من الصف الثاني بتداي وأنت تنظر للبيئة وشغلك في الميدان على فكرة الأشياء مثلا التنظيرية أو المكتوب في الكتب أو ما يدرس يمكن ماني يعني كنت مهتم فيه كثير في البدايات لكن كنت أرى في الميدان أشياء كثيرة جدا تشجع أنك أنك تواصل أنك تبحث أنك تستكشف أنك تشوف سبحان الله مثل السلسلة خلاص بدأت تدخلها البيئة عشان شجرة مثلا تجد نفسك تبحث عن الكائنات الموجودة تجد نفسك على الصخور الموجودة حتى الجيولوجيا اللي تشوفها تجد نفسك تقيس الأجواء تجد نفسك رتبط بسلسلة من المعرفة وأنت يعني ما أنت حاس هذا مع الوقت ينمي عندك الثراء المعرفي أنا دائما أقول وجلست حقيقة مع مختصين وأكاديميين دائما يقولوا لي الكلمة دي يقولوا لي يا سعيد قد ما ندرس وقد ما نعلم لا زال في البيئة وفي الميدان أكثر بكثير من المدون لذلك أنت من الطبيعي أنك تصادف هذه الأشياء أكثر منها أنا أجلس والله مع مختصين مع أكاديميين في المجال ويمكن حتى في بعض التغريدات لبعض أكاديميين وفي وجه يقوله يقول يعني في عندك معلومات إحنا أول مرة نسمعها هذا ما هو أني أنا مميز لهذه الدرجة لا لكن البيئة والميدان يعلمك شيء غير اعتيادي خصوصا أنك مثل حالتي أنا أحب استكشف غالبا الوحدي على أساس أني أتفرق صراحة وما أحد بيقوى والله أخوة جمال ما أحد بيقوى أنه يمشي معي أوقف كثير وطول وأركز في أشياء قد تكون مملة الغير يعني أنا أحيانا في حشرة بتأخذ نصف ساعة على أساس تحفر مثلا أجلس راقبها شوف النهاية فين بالضبط طبعا أني أشرح للي معي أنه صعب ثقيل عليه ما هو اهتمام وله شغل فحبني دائما أكون الوحدي أحيانا أضطر أني أدخل أماكن أنا أعرف أنه في معلومة وأبحث عنها المعلومة وموجود في الأماكن لما أبتأخذ ناس معك بلما أنا قد يخافون قد يملون قد يعني لا يرغبون يأخذون الجو هذا معك فتبقى لوحدك ومنها تتفرغ أنك يعني تركز بشكل دقيق لهذه المعلومات حتى تستوعبها أنا لو كتبتها في برقة وجلست أقراها مرة مرتين يمكن ما أستوعبها قد ما أنا أنظر وأتابع بشغف داخلي وبنظري وبتحليلي العقلي لها فتبقى وتترسخ عندي طبعا ما أطول وأرجع أحاول أني أوثقها في تغريدة أنا عندي أكثر من 35 ألف تغريدة في حسابي في توجهات ومتنوعة يعني ما أنا بالحاطة شيء محدد أحيانا عن الكائنات أحيانا عن الأشجار أحيانا عن المواقع وفي نفس الوقت أركز على ما يعني حقيقة يبرز مفاتن البيئة عندنا والتوجه السياحي فيها تتكلم عن الطبيعة بغزل أي شيء كثير في علاقها بينك وبين الطبيعة إلى أبعد ما تخيل كيف توصفها خلني أقول لك مثلا أهل أسبوع يعني أنا لا يمكن يمر شهر بالكامل وكون جالس في البيت لا أستطيع أبدا إذا ما تحركت لأي بيئة قريبة وأخذ فيها جولة خمسة أيام أسبوع عشر أيام وأرجع أشعر أني أنا صرت فرش مثل ما تفقد حبيب أو تفقد تشعر بالملل وتشعر بشي يعني شي في داخلك يعني العشق يشدك أكثر فتضطر أنك إيش تطلع مثل جولتي الآن هذه أنا الآن جايك أنا من مشوار طويل جدة خرجت من جدة على المدينة على حايل على القصيم على الحريق على الرياف متى بدت رحلتك خلينا نقول التوثيق وصناعة المحتوى عن البيئة والطبيعة وتحديداً داخل المملكة متى بدت وشلون تصاعدت الفكرة بدأت قبل 20 سنة الفعلي منها بدأ بالضبط كان في 2001 يعني قرابة 13-14 سنة أول ما بدأت أحاولني أدخل السوشيال ميديا وجدت نفسي أني عندي ثراء وما حبيت أني يجلس يعني مخزون عندي خلاص أوكي أنا شبعت شغفي طيب أبي شاركة أبي أشاركة للناس فقلت خلني أبدأ أدخل مع صناعة المحتوى ودأينا على اليوتيوب يمكنني ما فلحت كثير في اليوتيوب مع أني حاولت بعدين تعلمت التصوير تعلمت المنتاج تعلمت أشياء كثيرة جدا أحاول أني ما يعني أستعين بالغير كثير كلها عندي بعدين تعلمت كيف أعمل صياغتي في الكلام والكرزمة وبدأت كيف يعني عود نفسي إعلاميا كذا وأبرز بدون يعني أني أقول مثلا أرتبك أو أعرف أني أجود الكلمة وطلعها للناس وحاول أني أوصلها بلغة مفهومة لغة بسيطة الناس ما عندها وقت اليوم الجمال أنها تأتي الاستشرح لها النظريات والمعلومات أعطي المفيد أعطيه باختصار خصوصا حتى المقاطع إن حاولنا ما تزيد عن خمس دقائق سبع دقائق بحد أقصى والهدف دائما ما تزيد عن دقيقتين نص اختصل على الناس وقتها ثمين لكن أنا عارف أنه في هالوقت سيصل على معلومة جميلة جدا ما رح ينسها خلال هالوقت هذا العشرين سنة والتطور اللي اللي مريت فيه لين ما وصلت لها الحجم والتأثير في نشاطك وش الرسائل اللي بتوصل يعني كل صانع محتوى اليوم أنت قلت يمكن أحد هدافك اللي هي أنه مشاركة هالمعرفة لكن اليوم في زحمة المحتوى الموجودة وش اللي تبيتوصل شوف اليوم صنع المحتوى كثير المسارات اللي فيها المحتوى كثير خصوصا في السوشال ميديا صح منها الراقي جدا منها النخبوي منها الغير هادف أحيانا ومنها ما ودنا نذكر بعض المسارات ولكن أرى أني على ثغرة أرى أني على ثغرة في جانب علبي يعني أنه مش معقول أنه يكون السوشال ميديا فقط محتويات مالها قيمة أنا متأكد أنه في متعلمين فيها طلاب علم فيها دكاترة قد يكون الدكتور في جامعة ما عنده القدرة الآن يترك طلابه ويترك الجامعة أنه يروح للمكان فلانه يتأكد هل هل هذه شجرة موجودة ولا لا سعيد السيمي يخدم فيها لما يبحث ويدخل على السوشال ميديا ويكتب مثلا شجرة الضمخ أو شجرة الشدر أو كذا يجد تغريدات مكتوبة وكذا مين أختصر عليه الموضوع ذا سعيد السيمي بدون جهد بدون مثلا ما يكلف من وقته أو يكلف حتى ماديا عليه أنا أختصرت له هذا الأمر طبعا هذا الأمر إن شاء الله نؤجر عليه ما فيها كلام لكن برضو حنا أشبعنا الشيء اللي في جانب مرحلة الإشباع هذه اللي مريت فيها سعيد وش المنطقة الطبيعية بر جبل سهل وادي بحر اللي وقفت فيها وقلت هذه عجوبة أولا بشكل دقيق العجوبة العجوبة هي بيئة المملكة بشكل عام بشكل عام ليه أنت في وقت وجيز ممكن تغير من جو بارد إلى جو دافئ في ظرف بسيط تنزل من السودة على رجال ألماء الفارق كبير في درجات الحرارة ممكن تنزل من أبه في ظرف ساعة من أعالي الجبال وغابات العرعر إلى الساحل في غابات المنقروف ممكن أنك تنزل من منطقة معينة إلى الصحراء قريبة جدا منك في نجران مثلا تكون مثلا خلنا نقول على سبيل المثال حائل أمس كنت قبل ثلاثة يام كنت في حائل شف المنطقة الصحراوية التي تخرج منها وتدخل الجبال بين أجا وسلمة وعقدة هذه دخلت فيها وخدت لجولة جميلة جدا فيها وجود تشجار جدا جميل أنا أعرف أن خلف الجبال أرضوه صحراء ونفوذ البيئات المتنوعة الموجودة في المملكة العربية السعودية هذا ثراء حد ذاته يخليك ما تنتهي من المحتوى هذا رقم واحد مهما عشنا المحتوى لن ينتهي في بيئة المملكة العربية السعودية يشدني أحيانا طبعا المرتفعات دائما سراحة تعطيني نوع من الطابع بالشمخ شوئي ولما أكون في الصحراء أشعر بالصبر وأشعر بالتأمل بشكل كبير شوف الفارق أنت عندك جو بارد عندك أشجار عرعر عندك شعور لطيف جدا لكن خلك في الصحراء وفي الليل وتراقب النجوم فيها وتشعر بالاتساع للجو بشكل كبير طبعا أنا ما أشبعت شغافي وحبي للطبيعة أنا أشبعت أني جالس أغرد وجالس أصنع محتوى جالس لكن حب الطبيعة لن ينتهي ما في شك هذا فيما يتعلق ب خلينا نقول الأرض والطبيعة الأشجار الجبال المظاهر الجغرافية لكن ماذا عن الحيوانات الكائنات اللي موجودة وش التنوع اللي موجود عندنا يمكن اليوم مع الرؤية وجود المحميات وجود المراكز لوزارة الزراع أصبحنا نشوف يعني كائنات الأول مرة نشوفها وحتى نسمع عنها وحتى نعرف أنها موجودة عندنا يعني في السعودية أنت من خلال هالرحلة اللي امتدت أكثر من عقدين وش التنوع اللي شفت اليوم بالكائنات وشرق وشمال وجنوب شوف التنوع أولا للسحراء كائناتها وللجبال كائناتها وللأودية كائناتها والبحريات لها كائنات مثل الشلاحف والدلافين والقر يعني شوف إحنا قد إيش نملك من تنوع من البحر إلى الجبل إلى السحراء اللي نقول مثلا عندك القطر رملي مثلا جبيل جدا في الصحاري عندك مثلا الوشق عندك الضباع الذئاب فروقات كبيرة جدا بينها هذا التنوع بسبب التساع الرقاء اللي احنا فيها وبسبب حجم تنوع البيئات اللي موجود عندنا لكن احنا مرينا بفترة الفترة هذه للأسف الإنسان أثر كثير جدا في البيئة مو بس قطع الأشجار أثر حتى في صيد الكائنات هذه صيد الشاي احنا احنا ما نلوم وفي مسألة مثلا صيد المفترسات خوفا على الأغنام خوفا ما عنده خلفية اشتواز بيئي أنه إذا بحت كل هالذئاب وكل هالنمور وكل هالضباع أنا حتزير عندك مشاكل أخرى أنت ما تحس فيها مثلا اليوم مشكلة البابون على فرح شفتك فيديو على مصور أنت معها مجموعة بلندة لا البابون كلمني عن الفيديو هذا وش سالفته شوف البابون مشكلة طويبة جدا يعني عندك 40 سنة ومن أهم أسبابها إطعام الناس لها وأصبحت مستأنسة طبعا البابون في موجود في الجبال شي بري وهذا مسؤول عن التوازن بيئي ما أحد يقدر يعني يقرب ولا يستأنس المجتمعات البشرية وكذا هذا نوع عاش مع البشر وعنده فسيولوجية معينة يعيش معها لكن سبحان الله الكائنات تقدر تتغير فسيولوجيا نعم خلاص استأنست مع الإنسان تعودت على حتى كانت حيونات برية حتى لو كانت حيونات برية الإنسان دائما عنده مشكلة التأثير بتصرفاته إطعامها وعودها على وجود الغذاء صارت تكثر بكمية كبيرة جدا أنت تشوف أنه نحن كنا دور كان لنا دور في أننا نوطن هذه القرود من بيتها البرية البيئة مستأنسة كان في مشكلة أنا في رحلاتي كنت أشوفها بشكل كبير كنا نمر على أشجار السمر والسدر وكان يعني يتفاخرون بعض المناطق بأنهم صادوا ثلاثة ذئاب على ثنين ضباع على قد تكون النمر ويعلقوها بالأشجار هذا موجودة كانت يعني بشكل كبير جدا صيد هذا المفتري سعد أخلي كثير بالتوازن خلنا نقول لك مثلا في أحد التجار مثلا في الصين لما قتلوا كل الطيور فجدتهم آفات الحشرات فقضت على كل الحقول توازن توازن كبير جدا لازم نهتم فيه هذا كنت قابله في الرحلات لكن كتنوع جدا جميل اليوم اليوم والجميل جدا أنه بدت حملات الإطلاق يطلقوا المه ويطلقوا الغزلان ويطلقوا الأشياء هذه يعني المركز الوطني تنمية حالة فطرية مهم قصر حقيقة المركز الوطني تنمية الغيطاء النباتي برضو ما قصر في عمليات الاستجراء وكذا وكذا لا وحماية برضو الكائنات هذا أمر مهم جدا في قوانية جدا عندك الأمن البيئي صار طبعا سن الغرامات وعمليات القبض وشيء أصلا هذا كان حلم كان حلم أنا بالنسبة لي يمكن أكثر منكم لأنني أنا كنت في البيئة من ثلاثين سنة لما كنت أمر من شجرة وألقى فيها ذيبين أو ثلاثة معلقة كنت أتألم بشكل كبير جدا تغيل وشكلها كان بعضهم يقول لا عشان تشوفها الزياب الثاني وتأخذ عبرة أي عبرة أنت ضريت بالبيئة كلها هذه مشكلة كبيرة جدا لا شك خريسة لك اليوم لوجك سائح من خارج المملكة وقال لك يا السيد سعيد أنا أبغى منك جدول الرحلة أمر فيها على أبرز المناطق الطبيعية اللي تشوف أنها تستحق الزيارة في المملكة وش بتكتب له بالجد والله يشوف أول شي على حسب المدة اللي بيكون فيها هذا مهم جدا عشرية دائما المدة مهمة جدا عشرية هل أنت عندك قدرات على الهايك ولا ما عندك قدرات لا تعقدها هذه لازم أرسمها أرسمها بالأمانة يعني سراحة ليه لأنه في أماكن بالأمانة لا تصلها السيارة وجميلة جدا في بيئات تبعطيني أماكن أشكر بعض الأهالي على أنهم يحمون بعض البيئات اللي لا يدخلها أحد تبقى بطبيعتها وجدت سبحان الله حركة الناس إذا زادت في مكان ضرت بشكل كبير جدا والمكان لما يجي الناس يحتوي على بيئات جدا جميلة جدا أنا دائما أقول عنده يبدأ بالبحر ويمر على الجبال ثم يمر على الصحاني خريج العربة والبحر الأحمر بالضبط لا يأخذها دائما أنا خطتي دائما وحب الجهة بالضبط هذه أنه يبدأ مثلا بالتبوك ويمر على الديسة وغيره ثم يمر على العلا كذا جمع مناطق يعني لها طابع مختلف ما بين الآثار بحر وصحراء وآثار نعم الجبال لها تركيب مختلف وجميل جدا بعدها يتوجه إلى مثلا ناجد يعني يمر على الصحاري ويشوف البيئات الجميلة جدا بعدها يتوجه إلى الجبال مثلا منطقة عسير مثلا يمر على الغابات غابات العرعر يتعايش الارتباعات فوق الثلاثالاف متر يعني أو حدود ثلاثالاف متر عن سطح البحر ويشوف غابات العرعر ترى هذه ترسم في عقل السائع خصوصا لما يجون من خارج المملكة يعني أيش التنوع هذا في دقائق معينة في ظرف ساعة أنا عشر أيام ممكن أتنقل في عشرات البيئات أخلص من منطقة عسير أنزل على البحر قريب جدا عندك جازان عندك واجهة عسير البحرية عندك جزر فرسان عندك جزر فرسان الموجودة عندنا هذا التنوع عظيم وأعتقد أنه بقي علينا الثلوج وإن شاء الله أنها جاي إن شاء الله في اليوم إن شاء الله بإذن الله أنا أشكرك جزيلا شكرا لها كالمعلومات القيمة الله يسعدك إن شاء الله ومشاركتنا هذه التجربة الثرية حقيقة وكلنا نتعلم منها نتمنى إن شاء الله أن يكون فيه مية ناشط بيه مثل سعيد السهيم اليوم يقدم لنا هذه القيمة العالية جدا للطبيعة ولكائنات الحية ودورنا نحن أيضا كبشر في مساعدتها على النمو والتكاثر بإذن الله شكرا جزيلا لك الحفو بالعمرك بعد الفاصل لنعوده حياكم الله من جديد آخر الحلول الكي مثل شعبي يدل على الحلول الأخيرة لكن ماذا عن السمنة التي باتت تهدد حياة الكثيرين حول العالم ليس في المملكة فحسب هل نستطيع القول أن آخر حلولها هو التكميم ثم ماذا بعد هل هذا حل أم بداية لمشكلة جديدة أسئلة حول السمنة والتكميم أطرحها لضيفي وضيفكم في الاستوديو الدكتور عاطف بصاص استشارية الجراحة العامة والكبد والسمنة هلا بك دكتور عاطف شكرا قبل ودعو حضوركم على اليوم الله يحييك دائما يسعدني ويشرفني وجودي معكم سعيدين جدا بك دكتور عاطف دكتور خليني أسأل السؤال المبدئي بعدين ننتقل للتفاصيل هل دائما ما يكون علاج السمنة والتكميم خليني نتفق أول شيء أن السمنة هي مرض ومحتاجة إلى علاج وإحنا الآن وصلنا إلى اقتناع كامل سواء طبييا عن طريق الدراسات وعن طريق الفحوصات وعن طريق كل الدراسات اللي أجريت وأثبتت أن السمنة هي منبع لأمراض لا نهاية لها وبالتالي يعني إحنا محتاجين لعلاج سؤالك عن كون السمنة العمليات الجراحية هي حل للسمنة لا لأنه ما في حل نهائي للسمنة لكن السؤال الأصح أنه ما هي نتائج الطرق الموجودة لعلاج السمنة وهل علاج السمنة بالعمليات الجراحية هو الأفضل هنا الجواب سهل جدا أثبتت الدراسات أنه التنحيف أو الرياضة مع الحمية نتيجتها خلال سنة من اتباعها 5% 5% في أفضل الأحوال 5% من على مرور سنة من استعمال الرياضة مع الحمية 5% بنسبة نزول الوزن 5% عمليات السمنة في أقل الظروف نسبة نجاحها في خلال سنة من عملها تصل إلى 80% فبالتالي نتكلم عن واحد من الحلول نتيجته أفضل بمراحل عن أي من الحلول الأخرى طبعا هذا ليس الحل الوحيد يعني طبعا الحمية والرياضة ليست الحل الوحيد هناك طبعا ثاليب أخرى يمكن تكلمنا عنها في الفترة السابقة وهي مثلا إبر التنحيف أو إبر الأوزنبيك والساكسيندا والفكتوزا والمنجار وإلى آخر هذه الحلول برضو أثبتت أنه نتيجتها على مدى 25 شهر 25% بنزول الوزن 25% 25% يعني ربع الوزن ربع الوزن وهذه الدراسات طبية لا هي من عندي ولا من عند غيري هذه الدراسات أجريت على أعداد كبيرة من المرضى فالحقيقة نحن نتكلم عن الحل الذي يفرض نفسه لكن كحل نهائي للسمنة لا يوجد حل نهائي إلى الآن حل نهائي للسمنة أنا دائما أحاول أنبه المرضى أنه يا جماعة أنا أعطيكم حل لكن هذا الحل يعطيكم 50% و50% يأتي من عندكم تغيير طريقة الحياة تغيير طبيعة الأكل التوجه للعادات المفيدة البعد عن العادات السيئة هذه كلها عوامل تلعب دور كبير يصل إلى 50% من نسبة نجاح العمليات هذا إذا كان شخص يمتلك الرغبة ويمتلك الإرادة وقادر على الالتزام والانضباط مضبوط لكن كمان بيساعده في كذا أنه نزول الوزن بيعطيه دافع وحافز أنه هو ممكن صحح يصحح عاداته أنه هو ممكن لأنه مثلا تجيك واحدة من البنات مثلا مسكينة نسبة الكتلة عندها فوق الأربعين لا لا تستطيع تطلع مع صاحباتها لا تستطيع تلبس الملابس التي بغاها لا 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 بعد ما ينزل وزنها بتتغير حياتها تماما وبتجد نفسها وصلت لشيء عمرها ما أثر نفسية أثر نفسية هنا يأتي الإصرار والتصميم والقدرة على الوصول للنتاج متى نقول دكتور اليوم أنه هذا الشخص يحتاج تكميم أو لا الحقيقة إلى الآن ما عندنا إلا حاجة نسموها نسبة الكتلة نسبة الكتلة بالرغم أنها ما هي كتلة الدهون كتلة الدهون في الجسم ما هي البرفكت يعني ما هي الشيء المثالي لعملية تحديد نسبة نسبة احتياج المريض للسمنة فإحنا مثلا نقول أنه إذا زادت نسبة الكتلة عن 35% وكان المريض عنده مضاعفات مثل السكري والضغط ومشاكل الأعصاب ومشاكل القولون وووو إلى آخر إحنا محتاجين نسوي حاجة على رأسها عمليات السمنة إذا جانا مريض نسبة الكتلة فوق الأربعين فإحنا عارفين أنه نسبة الإصابة بالمضاعفات تبع السمنة مثل الضغط والسكري عشر ضعاف نسبة إصابة الإنسان الطبيعي فهنا أنا أجد القدرة في نفسي وأجد الجرأة أني أقول له والله يا أخي أفضل أنك أنت تسوي عمليات السمنة لأنني عارف أنه هذا المريض بينتهي إلى مشكلة أخرى أنا بحاول أساعده عنه أنه يتفادها شدني بكلامك أنك تقول أنه لما يكون شخص عنده سكر وعنده ضغط نتيجة للسمنة هذا معناته أنه هذه العمليات يمكن أن تجرى لأصحاب الأمراض المزمنة نعم والآن في أمريكا أمراض السكري النوع الثاني صار الآن شركات التأمين بتنصح المريض يعني مش المريض أنه سوي للعملية لا شركات التأمين بتنصح المريض لأنه تكلفة إجراء العملية توازي سنة من استعمال الأدوية تبعة الضغط السكري هذا يمكن يفسر حتى البرامج اللي يوم عند وزارة الصحة نعم تقليل السمنة نعم وبالتالي أستميحك أن ننتقل الفاصل قصير بعد استكمال حديثي معك أهلا بكم من جديد حديثنا عن عمليات تكميم السمنة وحديثنا عن الدكتور عاطف بصاص استشاري الجراحة العام وملكب دكتور عاطف قبل الفاصل ممكن كنا نتكلم عن عمليات التكميم متى تجرى من ينصح أن تجرى لهم السؤال اليوم في شخص عنده سمنة السؤال المبدئي متى يفترض أسوي عملية تكميم يعني هل أقدر أسويها لطفل عمره عشر سنين وهل أقدر مثلا أسويها المسن عمره خمسة وستين الحقيقة أنا في فيديو حنزله قريب عن طفل عمره 11 سنة عملت له عملية قبل حوالي شهر ومن ضمن المسيجات اللي جاتني أول ما جاني في العيادة بعد ما نزل 12 كيلو وقال لي دكتور أنا أبغال تحق بنادي الهلال وبلغ الهلاليين غيرت حياتي غيرت حياتي وهذه سميتها أنا قصة نجاح فممكن يعمل الطفل نعم نحن الحقيقة عندنا جمال مشكلة في الفئة العمرية ما بين 11 وال18 يعني نحن نتكلم عن 18 إلى 60 هذا كلير لاين خلاص هذولا احنا اتفقنا على أنه هذولا تجرى لهم عمليات السمنة بدون أي مشاكل نجي الآن على الفئتين إلا قبل الثمنطعش وإلى ما بعد الثمن الستين قبل الثمنطعش بداية من ال11 اللي هم يسموه اليوثة أو العمر اللي هو البداية أنك أنت تقدر تتعامل معه من 11 إلى 18 الآن في كثير من الدراسات بتنصح بعمليات السمنة لهذه الفئة من الناس لأنه السمنة بتؤثر على نمو هذولا الأطفال احنا عندنا النمو بيحصل من حاجة يسموها الـ growth plate اللي هي بتحصل في المنطقة تبعة العظام فالضغط الشديد من السمنة بتضغط على الـ growth plate وتؤثر على أن هذا الطفل ينمو للطول اللي هو مفروض يكون يوصل له فإحنا وجدنا أنه في أسباب تدفعنا إلى أن نجري عمليات السمنة عند هذول الأطفال والحمد لله وآمنة جدا بدون أي مشاكل نأتي على الفئة العمرية التي هي من الـ 60 وما فوق نحن عندنا حاجة في الطب يسموها الـ biological age يعني نحن لا نحسب بالأرقام ولكن نحسب بكيفية سلامة أعضاء وصحتها سلامة أصحتها فإذا هو الرجل أو المرأة عمرها في عمر جيد وهذي إحنا ياما عملنا عمليات لناس بالـ 70 والـ 75 أثبتنا بصحتها جيدة الحمد لله بصحتها جيدة أنه ما عنده مشاكل بالقلب ما شيء عنده مشاكل أثبتنا أنه هذول الناس بيستفيدوا بعمليات السمنة في الرجوع للعمر للخلف يعني تلاقي الوحدة فيهم في عمر السبعين ترجع تقدر تمارس عملياتها وعمالها إلا كانت تعملها في عمر الـ 60 سوينا عملية التكميم نعم كم تستمر عملية التكميم؟ أثر عملية التكميم؟ كم يستمر عند الشخص؟ عملية التكميم أو عملية تحويل المسار سواء يعني عمليات السمنة هي من العمليات اللي بتبدي في الفترة الـ 6 شهور الأولى ما بعد العملية وهذه تعتبر الفترة الذعبية لعمليات التكميم أو عمليات السمنة ليش؟ لأنه هنا بنعتبر أنه هذه فرصة المريض للتخلص من ما يقارب 60 إلى 65% من الوزن الزائد هنا بنعتمد على أنه المريض يمشي على برنامج غذائي مهم جدا في هذا البرنامج أنه يحافظ على نسبة عالية من البروتين في الجسم والسبب لأنه الجسم بيحتاج إلى نسبة يومية للبروتين فهذا المريض يحافظ على هذه النسبة بأنه نعطي له بروتين بنسبة ثابتة بحيث أن الكتلة العضلية تزيد الكتلة العضلية ما تنقص يعني ما يصير يستهلك الكتلة العضلية لا استخدامه اليومي بعد كده بعد فترة الـ 6 شهور يبدأ أنه يعيد تنظيم حياته ويبدأ يتعامل مع العملية مع الوزن الجديد الذي وصله بحيث أنه يقدر يمارس الرياضة بطريقة أفضل يقدر يبعد عن العادات السيئة بطريقة أحسن بحيث أنه هنا يكون المبدأ محافظة على الوزن الجديد الذي وصله والبعد عن اللي هو يسموه الريباوند فنومينا أنه نحن نرجع ونزيد وزننا في المستوى نزيد مرة ثانية ونحن نتكلم عن السمنة أصبح يعني بدون ما أذكر اسمها الشركات فيما تعلق بأبر التخسيس أو أبر التنحيف اللي راجت خلال الفترة الماضية لكن اليوم طال أحد الأخبار في أحد الصحف الأمريكية في مجموعة من مستخدمي هذه الأبر رفعوا دعوة قضائية على أحد الشركات المصنعة بسبب الأثار السلبية على الأمعاء تسببت بنسدادات للأمعاء والكثير من الأثار الجانبية هل لا زالت أبر التنحيف والتخسيس خيار آمن بعد هالأخبار اللي سمحناها إذا تتذكر جمال إحنا عملنا مقابل أنا وأنت قبل حوالي فترة ثلاثة شهور صح وتكلمنا عن هذه وقلت لك أنه في دراسات كثير طبية بتتكلم عن المشاكل اللي برها هذه لو إحنا رجعنا لطريقة عمل الإبر هذه هي طريقة عملها بتعتمد على تقليل الأثار العصبية يعني هي بتعتمد على إعادة الهيكلة ما بين الإفرازات تبعة الهرمونات في الجسم فهي بتعمل نوع من الخلل في النظام العصبي الهرموني في الجسم وهنا تظهر الأثار الجانبية لأنه هذه الآثار ما بتلتزم فقط بتقليل الشهية وإنما بتصل إلى حركة الأمعاء وهنا ظهرت الأعراض اللي هي من ضمنها الإنسدادات المعوية الغير ميكانيكية وإحنا حذرنا عن هذه الأشياء في مشكلة ثانية كمان ظهرت لنا في الإبر هذه إنه بدأت شركات أخرى بتصنع إبر غير الشركات الأساسية المصنعة على الإبر هذه وهذه كانت فيكت أو نوع من الإبر المغشوشة اللي هي أدت إلى آثار جانبية أخرى غير الآثار اللي أصلاً إحنا كنا بنحرص منها فصلنا إحنا الآن ما بين نارين ما بين نارين نار اللي هي الأثار المترتبة من استعمال الإبر الصحيحة وما بين نار اللي هي من المغشوشة كطبيب اليوم أو كطباء تنصحون اليوم باستخدام مبار التخصيص ولا تقولوا لا يا جمع انتظروا والله في فئة من الناس بعضهم يستفيد من الإبر هذه لكن تحت مباشرة طبية إذا تذكر إحنا في المقابلة السابقة قلنا إنه صرفها من غير وصفة طبية هذا يعتبر غير صحيح وأنا يعني طلعت بهذه الفترة وترجيت الجماعة في وزارة الصحة إنه إحنا يا جماعة رجاء حاولوا تمنعوا حكاية صرف الأدوية هذه أو الإبر هذه بدون وصفة طبية أخيراً في مقاطع كثيرة اليوم موجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع الأشخاص يقول لك دخلك يعني حديدة طويلة في بطنك ويقول لك والله خلال نص ساعة أنا خلصك من الكرش في نوع ثاني يجيب لك جهاز ووقف جنبه يقول لك هذا الجهاز خلال نصف ساعة رح يمحي الدهون من جسدك تفضل عندنا هل كلام هذا دقيق ولا بيع بيع سبح على قولتهم والله يا جمال أنا استأذنتك إنه أنا في عندي مسج أبغى أوصلها للناس كلهم يا جماعة الطب ما هتصار مبني على فلان قال وفلان عاد وهالهرقلة اللي هي مالها أي معنى الطب مبني على دراسات دراسات ندرس الحالات السابقة وندرس حالات مستقبلية حتى الحالات المستقبلية إحنا نبنيها على بلايند ستادي يعني نحط غروب من الناس نعطيهم الأدوية وغروب ما نعطيهم الأدوية ونقارن هذا بهذا وتأخذ وقت طويل وتأخذ وقت سنين طويلة وعندنا أسس تطلع سموها فأرجو من الناس وهذا لمصلحتكم ومن نصيحة من أخلكم يا جماعة ابعدوا عن السماع على السوشيال ميديا وإيش ينقال في السوشيال ميديا تحققوا الآن بوجود المعلومات على السوشيال ميديا المعلومات الطبية الصحيحة الصادرة من مصادر مضبوطة ارجعوا لها وحاولوا تستفيدوا منها واحدة من الأشياء الكويسة الآن موجودة جوجل ما قصروا صاروا يترجموا لك حتى الأشياء التي تطلع بالإنجليزي والفرنسي وكل اللغات أو ارجع لطبيبك أو ارجع لطبيبك وخذ المعلومات الصحية للأسف الناس أصبحت يعني تبحث خلف هؤلاء وتتبع تضليلهم والهدف الأساسي هو وبنشوف مآسي والله يا جميل نعم هو التكلفة القليلة لكن التكلفة القليلة هذه ثمنها بعض مردودة الباهض ثمنها بعض أشكر جزيلا شكر الدكتور عاطف بصاص واستشار الجراحة العامة والكابت ختامي أهل أين اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة